الموضوع التنقل في البر الهدف تعرف أنماط التنقل في البر والعلاقة بين عضو التنقل والوسط الذي يحدث فيه أبحث ألاحظ بعض الحيوانات الأليفة أثناء تنقلها وأصف حركة قوائمها الأرانب تقفز بقدميها الخلفية بالاعتماد على ثنيهما الجمل يتنقل مشيا برفع قائمة ووضع الأخرى أجمع صورا لحيوانات برية تختلف في نمط تنقلها صور لحيوانات وهي تقفز وهي تجري وهي تمشي وهي تزحف أرسم القوائم الخلفية للأرنب أثناء القفز والتوقف الإشكالية كيف تتنقل الحيوانات في البر بطرق مختلفة أعبر عن كيفية تنقل هذه الحيوانات الغزال يتنقل مشيا وعدوا الطائر يتنقل بالطيران الكنغر يقفز الكلب مشيا وعدوا الأفعى زحفا أتثبت أخذ سلكا معدنيا طوله 20 سنتيمتر ثم أثنيه على شكل الحرف Z ذلك هو شكل الطرف الخلفي للأرنب عندما يكون في وضع راحة أغير شكل السلك متبعا الصورة التالية لأتعرف على شكل طرف الأرنب وهو يقفز أعلم أن وزن الكركدن يزيد عن طنين ورغم ذلك فهو يستطيع العدوى بسرعة 45 كم في الساعة أطبق أنقل الجدول التالي ثم أعمره حيوانات تمشي حيوانات تجري حيوانات تقفز حيوانات تزحف حيوانات تمشي الجمل السلحفاه الفيل الأسد حيوانات تجري الكنغر الكركدن الأسد النمر حيوانات تقفز الضفدعة الأرنب الكنغر الجراد حيوانات تزحف الأفعى دودة الحلزون أعلم أن التغموس الغوريلا يعتمد في تنقله على رجلين قصيرتين تشبهان قدمي الإنسان أما ذراعاه فيبلغ طولهما المترين ويساعدانه خاصة على الجري والتسلق وأعلم كذلك أنه حيوان مسالم حسن الطباع وخجول جدا أقيم مكتسباتي حيوانات تزحف حيوانات تجري حيوانات تقفز حيوانات تمشي أنشطة توسع وامتداد يجري الفهد بسرعة 120 كم في الساعة أما الحصان فيجري بسرعة 70 كم في الساعة والغزال والأرنب غير الداج وغيرها من الحيوانات المتوحشة التي تعرفها ابحث عن معدل سرعتها في الساعة تبلغ سرعة الغزال 90 كم في الساعة وتبلغ سرعة الأرنب غير الداج 70 كم في الساعة وتبلغ سرعة الأسد حوالي 85 كم في الساعة تبلغ سرعة الثعلب الرمادي 71 كم في الساعة ترجمة نانسي قنقر